تعالوا نخش بقى على أخبار المونديال عشان أول خبر هو للأسف خبر صادم جدا ولو فيه خبر صادم في هذا المونديال فده الخبر الأبرز الأبرز مع قبل ساعات من انطلاق المونديال تعالوا نشوف لسه مش جاهزين ماشي طيب أنا هقول لكم الخبر أنا هقول لكم الخبر ببساطة قبل ما يتكتب على الفيديو كريم بن زيمة أفضل لاعب في العالم بنسبة 90% بحسب لكيب الفرنسية قالوا لي كمان بنسبة 100% للأسف بنسبة 100% كريم بن زيمة أفضل لاعب في العالم خارج مونديال قطر 2022 تجددت إصابته في مران المنتخب الفرنسي وخرج من المران قبل ساعات من انطلاق المونديال تعالفين كريم بن زيمة كان يعاني من إصابة ما كانش بيشارك في التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي كان غاب عن مباراة ريال مدريد الأخيرة نزل النهاردة شارك في أول مران جماعي للمنتخب الفرنسي وغادر المران وهو يشعر بألام بسبب إصابته القديمة عشان يغيب رسمياً كريم بن زيمة أفضل لاعب في العالم عن كأس العالم 2022 بعد ما غاب عن البطولة الماضية أيضاً لأسباب إدارية مع الجهاز الفني والاتحاد الفرنسي سوء حظ مش طبيعي أخر بطولة طبعاً أخر بطولة طبعاً لكريم بن زيمة أخر بطولة في مشاركاته الرائعة جداً في تاريخ كرة القدم يغيب عن كأس العالم ده كريم بن زيمة بصراحة رزعان قوي على كريم بن زيمة قوي قوي كان يستحق كان يستحق جداً أنه يلعب هذه البطولة وهو في أفضل مستوياته على الإطلاق كريم بن زيمة اللي انضم لريال مدريد في 2009 وبعد 12-13 سنة بدأ يتوهج مع ريال مدريد الآن وهذه البطولة هي تكليل مستحق لمجهوده العظيم الموسم الماضي والموسم قبل الماضي يغيب في اللحظة الأخيرة بسبب الإصابة وقبله يغيب نجمة آخر هو ساديو مانيه وقبله يغيب نجمة آخر عن المنتخب الفرنسي بول بوكبا أو حتى طبعاً نجوله كانتي وقبلها نكونكو وقبلها نجوم كثيرة جداً بيغيبوا عن المنديال وطبعاً طبعاً واحد من المهاجمين الكبار جداً فرنر اللي هيغيب عن المنتخب الألماني أنا بفتك الأسماء اللي عمالت غيب عن المنتخب أو المنتخبات كأس العالم في هذه البطولة أسماء كبيرة وعظيمة